نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها وأوضح المركز أن حديقة الحيوان ذا طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو قطع أي من النباتات أو الأشجار نادرة المتواجدة بها مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقاوماتها واستعادة طابعها التراثي مع إعادة أحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للموطنين لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية شكرا شكرا